من الكاميرون ونيجيريا وساحل العاج والسانيغال وغيرها من الدول الافريقية جاءوا الى تركيا بحثا عن النجومية في عالم كرة القدم ليحققوا ذات يوم ما حققه بني جلدتهم كدروكبا وصامويل ايتو من نجومية وشهرة عالمية لكن احلامهم تلك توقفت حتى الان عند اسوار اسطنبول فالنيجيري جيمي امينيكي الذي كان يلعب في صفوف احد فرق الكرة في بلاده شد رحاله الى تركيا قبل نحو عامين بمساعدة وكيل اعماله جاء الى هنا والامل يحدوه في اللاعب في صفوف فرق معروفة لكن الرياح جرت بما لا يشتهيه امينيكي اتيحت لي فرصة القدوم الى تركيا للعب كرة القدم جاء بي احد سماسرة الكرة في بلادي وعدا اياي باللعب في الدور التركي لكن يبدو انني وصلت في وقت غير مناسب بسبب المعلومات الخاطئة التي لقيتها من السمسار وكذلك من بعض الاشخاص هنا في تركيا وجيمي امينيكي واحد من عشرات لاعبي الكرة الافارقة الذين جاءوا الى تركيا لتحقيق حلم النجومية والشهرة والمال ويتدربون اليوم وبشكل مكثف في هذا الملعب التابع لبلدية منطقة الفاتح في اسطنبول التي تكفلت برعايتهم ويحلمون بالانضمام الى احد الفرق التركية لكل واحد من هؤلاء حكاية لكن العامل المشترك في حكاياتهم انهم لعبوا كرة خدعوا من قبل بعض التجاري الاوهام واتوا بهم الى اسطنبول نحن اليوم نرعاهم وندربهم كي يحقق من يثبت جدارته منهم حلمه باللعب في صفوف الفرق التركية جل هؤلاء اللاعبون وكما يقول مدربهم النيجيري جون تاكبي كانوا يلعبون في فرق معروفة في بلادهم لكن الحاجة الى المال والحروب وعدم الاستقرار السياسي في بلدانهم اسباب دفعتهم للهجرة الى المجهول فبعض هؤلاء وصلوا الى تركيا بامكانياتهم الذاتية لكن عددا كبيرا منهم جاء بهم بعض من قالوا انهم مكلاء لاعب كرة مقابل مبالغ مالية لا تزيد عن خمسة الاف دولار وتركوهم وليست لديهم وثائقوا اقامة رسمية ليعمل كثير منهم باعة جائلين في شوارع هذه المدينة المترمية الاطراف لتأمين لقمة عيشهم من اسطنبول عبد الناصر سينجي بي بي سي ترجمة نانسي قنقر